مع تحرير كثير من المناطق في محافظة صلاح الدين التي باتت أكثر من عامين على تحريرها لكن حقيقة ما نراه من أعمار وعجلة الأعمار ما تزال بطيئة جدا وهناك أسباب عديدة لهذا الموضوع لو نتناول مثلا المعني بأعمار هذه المناطق مثلا صندوق الأعمار صندوق الأعمار للأسف الشديد مع تشتيل اللجنة التي تتابع أعمال صندوق الأعمار لم تمثل محافظة صلاح الدين بهذه اللجنة ومع اعتراضنا داخل قبة البرلمان أثناء الجلسة تم اعتراض من قبلي على الآلية التي تم اختيار بها عدد النواب الذين يمثلون المناطق المنكوبة والمناطق المحررة لم نجد تمثيل لمحافظة صلاح الدين ولا تمثيل اللجنة الخدمات اليوم نحن المعني بعملية متابعة الأعمار يعني لجنة الخدمات والأعمار مع اعتزازنا الشديد بكل أخواننا أعضاء هذه اللجنة لكن لم نشاهد أي نائب من ضمن هذه اللجنة قام بزيارة محافظة صلاح الدين أو أنه يندل وين محافظة صلاح الدين أو ما هو حجم الدمار اللي تعرضت لمحافظة صلاح الدين